السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الأول على الأعداد هنكمل مع بعض حل تدريبات درس 5 و 6 من درس 12 11 للدرس الخامس والسادس عندي هنا بيج 2903 2 is the correct answer قسون نوبر 1 teach and يعلم وإيه هي تضطط يعني عكس بعض طبعا teach and learn يعلم ويتعلم كلمة begin يبدأ يبدأ برده دولة إيه يعني ترى ضفت نمبر سوري اللحقة إيه بتغير لكلمة المريض إلى اسم طبعا يعني المرض هنجيب الاسم من الفعل بريدكت بريدكت معناه تنبأ بيضافة اي او ان يبقى بريدكتشن يعني التنبأ اوكي الآن هنا عندي تدريبات على الفكابلري بيج 296 سؤال الأول فلو فلو يعني الفلوانزا is a common illness cause fever and headache يبقى هي مرض شائع بيسبب الحم والصداء نمبر 2 أبس تطبيقات are examples of زا هي أمثلة على التكنولوجي التكنولوجيا نمبر 3 I saw an accident and the old man had أنا شفت حادس والرجل العجوز هاد ايه هاد انجري كان عنده وصوبة نمبر 4 I think there will be a lot of أعتقد هنكون في كثير من ايه changes in the future تغيرات في المستقبل تبقى ايه exciting changes يعني تغيرات مصيرة في المستقبل نمبر 5 if you people cannot see or find you if you disappear لو انت اختفيت الناس مش هتشوفك ولا هتجدك نمبر 6 I like math so I want to study بحب المس عشان كده عايز أدرس A when I grow up عايز أدرس engineering الهندسة عندما أكبر نمبر 7 I am that life will be better for my children I am hopeful أنا عندي أمل أن الحياة هتكون أفضل للأطفال نمبر 8 our teacher asked the new student معلمنا سأل للطالب الجديد to herself to the class to introduce لها تقدم نفسها للفصل هنا introduce يعني يقدم نمبر 9 the police man asked هبة to give a fall for the thief she saw ضابط الشرطة طلب من هبة لها تدي fall description يعني وصفة كامل لللص اللي هي شافت بين description يعني وصف نمبر 10 living in the between the green plant is بالنباتات الخضراء is quieter أهدأ the living in the city طبعا ده يعني الحياة في الريف أهدأ من الحياة في المدينة نمبر 11 you shouldn't share you لا يجب أن تشارك your with people you don't know مع ناس ما تعرف هاش يبقى you shouldn't share your personal information لتشارك معلوماتك الشخصية with people you don't know ما يعني اسمه تعرف عاش نمبر 12 هي حاجة بتعمل وظيفة خاصة أو محددة طبعا ده اسمه يعني يعني العلاج نمبر 14 three months time i am going to start university يبقى in في خلال تلات شهور أنا هبدأ الجامعة can you make prediction هيمكن أن تكون مترامبوات about what will happen in the next 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 هي تدريبات على five and six التنسخ خمس والسالس السؤال هنسيب شؤال الاستماع ونخش على السؤال التان choose the correct dance doing sporing sporing is good for your health okay وفيد لي your health لصحتك نمبر two my friend told me صديق أخبرني what is the part yesterday يبقى what happened ماذا حدث في الحافل أمس نمبر three be open should wait for the exam التراميز يجب أن تراجع يبقى هنا شو دور مصدر يعني راقع نمبر four will make our life easy رحيخلي حياتنا أسهل طبعا دي technology you need to improve your reading skill you need to practice محتاج أن أن تدرر أو تمائز عشان تحسن مهار القراء نمبر six as difficult to prediction طبعا make prediction يعني من الصعب أنك تعمل تنبؤ for the future للمستعبة نمبر seven cars are cleaner for our environment دي electric car سيارات كهربائية تبقى نظيفة للبيئة نمبر eight أسماء doesn't like Christmas أسماء مش بتحب Christmas أوكي طبعا هنا does she does she ليه علشان هنا أنت عندك هنا ما في هنخليها أحلى مثبت أوكي نمبر ten this is the book هذا هو الكتاب طبعا غير عاكر يبقى هنا which if you get up late you is a school bus you won't catch لن ترحق بطيب بس المدرسة لو أنت صحي متأخر طيب ثلاث ثلاث ترحق the sentence with the correct form of the word in practice Amir will buy a car if he get enough money لهو معفوز كفية يبقى if he gets gets عشان بقى بسيط يبقى هنا gets number two isn't it ليس كذلك يبقى هنا isn't it محمد يبقى عن ده يبقى هنا في الماضي يبقى هنا عشان الناس المزايل معمول في الماضي يبقى هنا لازم يكون ايه ماضي بسيط مزمت بعد هنا المصدر اوكي تعال هنا عندي اوه تدريبات من الاعوام السابقة وعندي سؤال المحادسة اوكي سامح لما قدش حافلة اقول له مسلا ايوز انا كنت مريد وبهنا ايوز 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 نكتبها كده معفعة ايوز 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 طيب قال له حاجة سألوز قال له ياس هل ذاهبت للدكتور وبهنا did you did you go to the doctor? the doctor? هل ذهبت الى الطبيب? قال له yes. راح حصل له سؤال قال له. ادالي بعض الدول. يبقى هنا. what did he give you? what did he give you? ماذا اعطاك? هل تروح لمرأس غدا? هقول له. عشان هو تعبين. no i won't. طبعا اقول له. شكرا كسيرا. طيب تمام? سوال. اختر انجابها صحيحة. دل علماء دايما بيحاول يكتشفه. للامر هو طبعا يكتشفه ايه? يعني. الاج. number two. there is a person who looks after your teeth. الشخص اللي بيحتاني باسلانك. طبعا ده الطبيب الاسلان. number three. my father is an he has many عنده مشاريع كتير وشركة كتير طبعا يبقى يعني رجل اعمال. number four. single is an country. طبعا. african country. يعني قرر افريقي او دول افريقي. if I don't study hard. لو ما زكرتش بجد. I pass my exam. طبعا I want. لان انجح في الامتحاد. number six. living in the is greater than living in the city. طبعا الحياة في الريف. اهدأ من الحياة في المدينة. he needs a because he can't walk. محتاج كرسي معجلات ولا تشير. because he can't walk. عشان هو مش بيمشي. number eight. it's important to your time well. طبعا. من المهم انك انت. plan plan يعني يخطط وقتك جيدا. number nine. number one. there ain't shit. طبعا. there ain't shit. ده يبقى هنا كانت الجملة في الماضي. يبقى هنا واتشيت بس. number ten. is a body needs sleep. اليسم بيحتاج يبقى هنا. doesn't it. انا نسى كذلك. عشان هنا مدرجة بسيط. وعندك هنا. الجسم مفرد يبقى doesn't it. اوكي. تعال عندي تست امتحانة على هنا. هنحله مع بعض. هنحلسوا الاستماع الاول. اوكي. باهر وعمال بتتكلم مع الموظائف. what do you think is the most interesting job? ايه رايك في اكتر وزيفة اشيقة? قال له حاجة. why do you think the business man's job? اذا مستقبله اقول مسلا ايه? i think the business man's job. عشان هو قال له ايه? وظيفة رجل الاعمال هي الشيقة. يبقى i think. انا اعتقد. the business man's job. اعتقد ان هي وظيفة ايه? رجل ايه? العمل. قال له لماذا? طبعا. للمسال عشان شغال في مكتب. او ممكن اقول له بيقابل ناس كتير. بيقابل ناس كتير. بيقابل اجابة لانه ونكتب له بقى قال له حاجة تاني. where does he work? اين ايعمل? طبعا يعمل في مكتب. يبقى. he works in an office. he works. هو يعمل. in an office. في مكتب. an office. سعال. سعال. قال له. no it isn't an easy job. يبقى. is it. هل هي وظيفة سعالة? is it an easy job? no it isn't an easy job. سعال سعالتين. I think it's a very important job. يبقى. what do you think of this job? الواقف في هذه الوظيفة. يبقى. what do you think of this job? طيب. so reading comprehension. كنت عن القراءة. I don't know which job I want to do when I'm but I think education is very important. ولكن اعتقد من التعليمهم. I hope that I can pass all my exams. so that I can go to university. I'm going to work hard. if I go to university I will study science. I will address the room. it's not a science. it's my best subject. I don't like flying so I don't want to travel around the world. I want to get a job in Egypt. I want to teach science. if I have enough money. I'll buy an apartment. apartment يعني شقة. near the red sea. I get married. but how many children will I have? I don't know. سوى الاول. the writer thinks education is very important. الكاتب بيعتقد من التعليم مهم. the underlying word apartment. apartment معناها flat. معناها شقة. the underlying pronoun it. it يعود على مين? على على العنوم. على العنوم. جيب بس. ادي يعني ما مناسب للقاطعة. طبعا هنقول له. خطط مستقبلية. my future plan. خططي المستقبلية. طيب. ماذا تقول له عن الراق في الكاتب؟ I think أنا أعتقد he is hopeful يعني عنده عمل. hopeful what is the writer's favorite subject? ما ندلت من الفضل لا ايه? a science. نقول له مساء. science. العلوم. طيب تمام. ساعد شوز. صناعة المجاهرات تساعد الناس to earn much money. تكسب فلوس كتير. when something is it's very odd. لما يكون في حاجة ايه بقى هي قديمة طبعا تقليدية. I live with my family in a small. انا اه اعيش مع عائلتي في small a. when the second floor. في small apart. من الشقة صغيرة في الطور التاني. number four my cousin goes ابن عمي goes بيروح around the color reef. goes diving. بحي يختص حول الشعب المرجانية. she has to study hard. لازم تذكر بجد. for her exam. او to pass her exam. عشان تنجح في امتحانات. number six. a or an is someone who is good with numbers. شخص كويس في الارقام. طبعا ده المحاسب. scientists work hard to find out. العلماء يعملوا بجد عشان يكتشفوا for illness. يكتشفوا ايه? كيولز على جيد. زياد لايك ازا سوامنك زاد بيحب السباحة. طبعا هنا على ايزا كزانك. she will pass the driving test if she. هي هتكون اختبارك يا ايه? if she well if she a. drive is well. لو بتسوه كويس. عشان بعد ايه من درع المسيط. هاني عني سمير وانت جوتو زابيتش مش هيروح الشاطئ. والزي بقى هنا. عشان ده سؤال مزاهر هنا وانت هخلق زباد تبقى والزي. سؤال. complete the sentence with the correct form of the words in practice. مثلا دي ازا تتشت طبعا هنا هيبقل يبقى نقول هو. she lives in Cairo. هي هتكون شوى هنا. doesn't she doesn't. ليه? عشان هنا مضارع بسيط هننفيه احنا بقى. we will move to Cairo when our dad gets. طبعا هنا اول مضارع بسيط بقى. if i pass the exam. i will i will. هنا اول. انا كده تدريبات الازهر. كريم and علي are talking about their plans for the future. hello علي. طبعا هيقول له. فائن سنك يو. فائن سنك يو. سأل سأل الله. i want to be a marine biologist. انا عايزة كون اهلم بحالي. what do you want to be? ماذا تريد ان تقول هنا. what do you want to be? wow that's interesting. but why? i'm good at science and a place for science. ورح سأل سأل قال له. i want to be a musician. انا عايزة كون ملحالي. ماذا عنك? what about you? اوكي. يعني هو نادرا. مع فروس. خليبات دي تعتبر نافي. فهنا نكون هنا مفيفة. خلينا نبس بقى تابعي. دايب اعرفنا ليه دازي يا حضرات. هو نادرا. نعملوك مال. طيب. لما نيجي نتعامل مع المضارعة البسيط. المثبت. النافي نقول دازت. والمثبت نقول دازت. يبنا نقول ايه داز هي. الشخص اللي بيصمم المباني طبعا الاركتكت. جميلة حوالي رأبيتها. ايه كتو. بحب اللي انا. بحب اللي انا. جمع الصدق على الشرطة. بعد كده سؤال الترتيب. هنركم كده مع بعض عشان او ممكن نكتب اهو في المسافة. يبقى هنا. سوف نبذل قصارة جهدنا. to look after علشان او لكي نهتم بي. كوكبنا. نمبر ثون. العلماء سوف يكتشفون علاجات او علاج. للامراض. نمبر سليم. اي هوب انا اتمنى اي هوب زد انا. اي والباس انجح. او الباس ماي اكزامز في اختباراتي. نمبر فور. اول فونز تطبيقات فور افريسينك. اول فونز تطبيقات فور افريسينك. لكل شي. بعد كده. اه كده خلصنا اه الكتاب. قعد لنا كتاب الملحق السنة ان شاء الله. عشان هنحل ملحق مع بعض. كان معكم مستر محمد شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.